اشتركوا في القناة ونشر الحساب الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عبرات التعزية التي وجهها الوزير بسبب هذا المصاب الجلل كما عبر وزير الشباب والرياضة عن صادق مواساته لعائلة المرحوم والأسرة الرياضية ويذكر أن الفقيد كمال موي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين وأما عن سبب الوفاء توفي بعد إصابته بفيروس كورونا لحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة إنا لله وإنا إليه راجعون